دمشق أوصى نزار قباني أن يدفن فيها وقال هي المدينة التي علمتني الشعر والإبداع وأبجدية الياسمين نزار قباني لم يكن متحيزا فقط إلى دمشق كان يسكن دمشق كما تسكنه نزار قباني كتب لدمشق الكثير الكثير وإن كان يعاني من المنفى الذي يعاني منه ولكن كانت دمشق تسكنه في كل لحظات هو قال لقد كتبنا وأرسلنا المراسيلة وقد بكينا وبللنا المناديلة قل للذين بأرض الشام قد نزلوا قتلكم لم يزل بالعشق مقتولا يا شام يا شامة الدنيا ووردتها يا من بحسنك أوجاتي لازاميلة وددت لو زرعوني فيك مئذنة أو علقوني على الأبواب قنديلة هواك يا برداك السيف يسكنني وما وجدت لأمر الحب تبديلة يا شام إن كنت أخفي ماء كابده فأجمل الحب حب بعد ما قيله يعني أعطينا شيء آخر عن الشام عند نزار أو دمشق دمشق هي كنز أحلامي ومروحة أشكو العروبة أم أشكو لك العربة فبدأ من دمشق ثم في قصيدته يا تونس الخضراء يقول والفل يبدأ من دمشق بياضه وبعطرها تتطيب الأطياب والماء يبدأ من دمشق فحيثما أسنت رأسك جدول ينساب والخيل تبدأ من دمشق مسارها وتشد للفتح المبين ركاب يعني هو يقول لتونس هذه القصيدة ولكنه استند إلى دمشق وعاد إلى دمشق